السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفى وبعد الفيديو ده لأهل مصر الطيبين خاصة لقد حبى الله مصر بنخبة من العلماء على مر العصور تركوا أثرا وبصمة لا في مصر وحدها بل في العالم أجمع ولكن للأسف الشديد يعني يؤخذ على مصر أنها لا تكرم علماءها ولا الدعاة إلى الله عز وجل فيها أن ربنا قدر لي أن أطوث حول العالم فرأيت العلماء والدعاة إلى الله عز وجل يكرمون في كل الدن في اليابان في أوروبا في أمريكا في أفريقيا في شرق آسيا في كل دول العالم لكن للأسف الشديد وأقول الأسف الشديد وكل أسف جل العلماء في مصر لها لا سيما في هذا العصر لا يكرمون بل يتعمل أهانتهم أحياء وأمواتهم يعني لا أدل على ذلك من هذه الحملة المجرمة على الشيخ محمد مكولي الشعراوي رحمة الله عليه هذا الرجل الذي أهده الله عز وجل إلى مصر وهدى به وعلى يديه خلقا كثيرا في مصر وخارج مصر وترك أثرا يعني إن لم يكن من أثره إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وهذا الرجل علم القرآن وحبب الناس في القرآن وفهم الناس كلام رب العالمين يعني وأنا صغير أنا كنت أرى المسيحيين في مصر يتابعهم كل يوم جمع حلقة الشيخ محمد مكولي الشعراوي أما الآن فبين الفينة والفينة يخرج المفلسون ولاس في جعبتهم شيء إلا أن يتهجموا على الشيخ الشعراوي وغيره لا سيما الشيخ الشعراوي لأنه كان أكثر الناس أثرا فنسى الله عز وجل أن ينتقم ممن يعادي أولياءه وأن يفضحهم على رؤوس الأشهاد إحنا كنا ولازمنا ندعو لهم ولكن للأسف الشديد يعني هم يصدق فيهم قوله عز وجل قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر لسيهما هذا المفلس الأكبر السمج الذي لا مرؤة له المفلس المجرم يعني هل خلت جعبتك من المواضيع؟ الناس يتدورون جوعا تكلم عما يعانيه الناس من جوع إيه دخل الشعراوي رحمة الله عليه فيما يعانيه الناس اليوم هذا هو الشيخ الذي قرب الناس من مائدة كتاب الله عز وجل وأنا أيضا ألوم على الجهات الرسمية مثل الأزهر والأوقاف والإفتاء أنهم لم يتخذوا إجراءا قانونيا مثل هذا المجرم المفلس المفلس مكانه خلف القطبان لأنه لم يتعدى على العلماء والمشيخ فحسب ولكنه دأب على السخرية من آية ذكر الحكيم من أصحاب النبي الكريم من أحاديث النبي وأهديه صلى الله عليه وسلم هذا يعني الشخص الذي يتعدى على حرمات الله عز وجل وعلى مقدسات المسلمين لا يجرؤ أن ينطق ببنت شفا في حق غير المسلمين لا في كنيسة ولا في اليهود ولا في أي أحد وإنما يجد مساحة شاسعة للتهجم على المسلمين ثم هو يعيش بيننا في مأمن فأسأل الله عز وجل أن يعجل بأخذه وأن يعامله بما يستحق من قبل كنت أدعو له ولغيره ولا ألوم عليه وحده ولكن اللوم على من أطلقه كما تطلق الكلاب البرية على فريستها فيعني اتقوا الله عز وجل في مصر اتقوا الله عز وجل في المصريين اتقوا الله عز وجل في المسلمين ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ده بدلا من أن نرجع إلى مائدة القرآن ونرجع إلى الله عز وجل وتلها جئال سنتنا بالذكر والاستغفار والدعاء ننفر المسلمين وضعاف القلوب وأبناء المسلمين اللي هم الآن طيب أي قدوة تريدون لهؤلاء لأبنائنا لما مش عاد بك الشيخ الشعراب وبعدين أين الطرق الصوفية لم تنطفض دفاعا عن الرجل أبدا نحن الذين نذب عنه وسوف نذب عن كل من رفع راية لا إله إلا الله وعن كل العلماء وعن كل الدعاة إلى الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه نسأل الله عز وجل أن ينصرنا على أعدائنا اللهم مغفر لعبدك الشيخ محمد مطل الشعراوي وأسكنه فسيح جناتك وأدخله الفردوس الأعلى من الجنة وألحقنا به على الصالحين في جناتك يا رب العالمين اللهم مغفر لنا عجزنا وتقصيرنا وكل ذلك عندنا ليس المجال المجال التفنيد ولا الرد على ما يهذي به هذا المجرم المفلس ولكن هي يعني زفرات مكلوم وصيحة للمصريين والمسلمين أنهم يذبوا عن دين الله عز وجل وعن من كانوا يعلمونهم ولزالوا يعلمونهم دين الله عز وجل وفي الأخير أقول كما يقول الشاعر إذا أراد الله نشر فضيلة قطوية أتاح لها لسان حسودي فما تفعل لا يزيد الناس إلا استغفارا للشيخ ودعاءا له وحبا له أما أنت فعليك وأمثالك من الله ما تستحق أنت ومن أطلقك أنت ومن أيدك أسأل الله أن يعجل بهلاككم وأسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته